السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزائي طلاب وطلابات الصف السادس الابتدائي من مدارس خضر الخاصة معكم مصر رحمة الحل ان شاء الله النهاردة هنشتغل مع بعض ترتيب ومقارنة الاعداد الصحيحة احنا تعرفنا في الدرس الاول ان عندي فيه اعداد صحيحة فيها اعداد مجابة وفيه اعداد سالبة وفيه عندي الصفر عندنا هنا الصفر ما بين الاعداد الصحيحة المجابة والاعداد الصحيحة السالبة اتعرفنا ان الصفر اكبر من اي عدد سالب واتفعنا برضو ان الصفر اصغر من اي عدد مجاب يبقى احنا عندنا هنا المجاب اكبر من السالب اتعرفنا برضو على اصغر عدد مجاب اصغر عدد مجاب معانا تعرفنا عليه اللي هو الواحد وعرفنا ان اي عدد بعد كده بعد الواحد اكبر منه لان اتجاه اليمين دايما يزداد والعدد عندنا بيبقى اكبر عندنا اكبر عدد سالب سالب واحد ودايما في الاتجاه اليسار الاعداد بتقل اتعرفنا برضو لو ظهر قدامي اشارطين الاشارة السالب جنبها سالب تتحول لموجب يعني لو عندي سالب للسالب 3 تتحول لموجب 3 طبعا احنا عارفين ان الاشارة لموجب ما بنكتبهاش قدام العدد لو ظهر لموجب ومعايا سالب تتحول الاشارة سالب موجب لسالب 4 هتبقى بسالب 4 العدد السالب بيتحط ما بين قصين طبعا احنا كده عرفنا ان العدد السالب كل ما بيزيد كل ما اصبح اصغر العدد الموجب كل ما بيزيد كل ما اصبح اكبر الصفر اكبر من السالب الصفر اصغر من الموجب طيب عايز اكبر عدد صحيح غير موجب اكبر عدد صحيح غير موجب الاعداد الصحيحة الغير موجبه بتبديد معايا من صفر سالب 1 سالب 2 يعني معايا اكبر حاجة فيهم الصفر لان انا عند العدد الصحيح الغير موجب اللي هما صفر سالب 1 سالب 2 سالب 3 عايزين اصغر عدد صحيح غير سالب الاعداد الصحيحة الغير سالبة صفر الغير سالب معايا الموجب كمان الواحد اتنين ثلاثة ملهاش نهاية اصغرهم الصيف طبعا لما نيجي نرتب او نعمل مقارنة بين الاعداد عندي دايما السالب اصغر من الصفر السالب اصغر من الموجب طب لما اجي نرتب وانا برتب تصعودي بنبدأ باكبر عدد جنب الاشارة السالب ثم الاقل ثم الاقل لحد ما نوصل الصفر اللي هو موجود عندنا وبعد جينا نبدأ بالموجب من الاصغر للأكبر سؤال عندنا هنا ضع علامة اكبر من او اصغر من او يساوي ثلاثة وسالب اربعة انا عندي الثلاثة هنا عدد موجب سالب اربعة عدد سالب طبعا السالب اصغر من الموجب يبقى الثلاثة اكبر من سالب اربعة صفر هنا عندي ثلاثة هنا عندي ثلاثة هنا عندي ثلاثة وهنا عندي ثلاثة يبقى ما بينهم يساوي اتفاقنا مع بعض في الدرس الاول لو قابلتني اشارة خارج القيمة المطلقة بطلع العدد اللي جواها الاول موجب وبعد كده نحط الاشارة قدامه العدد كده اصبح سالب هنحطه ما بين قصين عندي سالب سبعة وسبعة يبقى عندي الموجب اكبر فيه عندنا سؤال تاني رتب تصاعدي عندنا الاعداد خمسة سالب اربعة القيمة المطلقة لسالب سبعة سالب اتناشر صفر الاول هحول القيمة المطلقة للعدد بتاعها القيمة المطلقة لسالب سبعة هتديني سبعة يلا نرتب مع بعض كده انا سامع معي اصغر حاجة عندي عشان اهرتب تصاعدي سالب اتناشر مين اللي بعده لا اهو اعتغلط وطول القيمة المطلقة لسالب سبعة ده هيبقى سبعة اللي بعده سالب اربعة ظهر معي الصفر احنا خلصنا السالب نكتبه معانا وبعد كده نبدأ بالموجب اللي عندنا عند الموجب الخامسة وفيه السبعة هنا الخامسة اصغر نكتبها الاول وبعد كده هنكتب مش هكتب السبعة بقى هكتب الاصل اللي موجود في السؤال اللي هو القيمة المطلقة لسالب سبعة لسالب سبعة طب احنا هنا رتبنا تصاعدي بنفس الطريقة هنرتب تنازلي بس هناخد بالعكس الاكبر في الموجب وانزل بالعداد بتاعتي انقابلنا الصف بعد كده الاصغر في السالب لحد ما اوصل الاكبر في السالب هنا انا عند القيمة المطلقة لسالب تسعة بتسعة يا ترى مين الاكبر عندنا في الموجب عندنا هنا الاكبر في الموجب سالب اتناشر بعد منه القيمة المطلقة لسالب تسعة بعده اربعة عندي هنا سالب سبعة وسالب اربعتاشر يا ترى مين الاكبر فيهم السالب سبعة بعد كده اصغر حاجة خالص عشان انا بعمل تنازل هنا في الترتيب سالب اربعتاشر في عندنا شكل سؤال كمان اكتب بالسرد وامثل على خط الاعداد ايه اكتب بالسرد دي يا استاذ يعني اطلع العناصر جوه مجموعة طلع العناصر هنا معي جوه المجموعة الف بيساوي المجموعة اللي فيها الاعداد اللي تنتمي لصاد سين ينتمي لصاد اعداد صحيحة سين اكبر من اتنين اصغر من ستة يا استاذ انا عايز الاعداد المحصورة بين اتنين وستة يا ترى مين هي الاعداد هي هلاقي عندي التلاتة الاربعة الخمسة نبدأ نمسلهم على خط الاعداد صفر عندي الاعداد المجابة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ملهاش نهاية ملهاش نهاية الاعداد السالبة سالب واحد سالب اتنين سالب تلاتة برضو ملهاش نهاية الاعداد اللي عندنا هنا ثلاثة دايرة مغلقة الاربعة دايرة مغلقة الخمسة برضو دايرة مغلقة ونوصلهم ببعض انا عندي هنا المجموعة دي لها نهاية معروف اولة واخرها خلاص الخط بتاعي على قد الاعداد اللي موجودة عندنا سؤال تاني سين عدد صحيح سين اكبر من او يساوي تلاتة معنى ان انا الاقي الشرطة اللي تحت الاكبر او الاصغر دي بقول او يساوي لقيتها يبقى العدد معايا لو ما لقيتها يبقى العدد مش معايا زي السؤال اللي قابله هنا هلاقي التلاتة معايا هابدأ بيها هو عايز هنا سين اكبر من او يساوي او يساوي لنا التلاتة معانا طب مين الاكبر منها اربعة خمسة الاكبر منها ما بينتهيش يبقى نحط نقط ونقف القص المجموعة تعالى نمثلها على خط الاعداد هذه الصفر والاعداد المجابة والاعداد السليبة عندي زي ما اتفقنا في الاعداد بتاعتنا هنا على كل عدد دايرة مصللة انا عايز تلاتة فاكبر في اعداد تانية معانا نوصل المجموعة هنا غير منتهية الاتجاه رايح في الاتجاه الاعداد المجابة اكمل الخط بتاعي ازوده واعمل له ساهم لانه ماشي مع الاعداد معايا ناخد السؤال اللي بعده هنا سين عدد صحيح السين اكبر من او يساوي سالب اربعة واقل من اربعة هنفتح قص مجموعة هنا عندي او يساوي هاخد العدد سالب اربعة راحين في اتجاه الايه راحين لناحية الاربعة يعني رايح في الاتجاه الاكبر يبقى سالب تلاتة سالب اتنين سالب واحد صف واحد اتنين تلاتة طب يا استاذ اخد الاربعة معايا مفيش او يساوي هنا يبقى مش هاخدها نمثلها على خط الاعداد معنا كتبنا الاعداد الموجب نكتب الاعداد السالب سالب واحد سالب اتنين سالب تلاتة سالب اربعة نبدأ بسالب اربعة دائرة مقفولة سالب تلاتة برضو معايا سالب اتنين معايا سالب واحد صف واحد اتنين معانا لحد التلاتة نوصلهم ببعض بكده احنا وصلنا الاعداد بتاعتنا بكده نكون انهينا درس النهاردة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة